السلام عليكم كيف توا مالا بس لكم صحة لباس نتمنى تكونوا باخر و الاخير و مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع وصفة جديدة يوم ان شاء الله غنشارك معاكم باناكو طب الفريز كادشي غزالة بزف بزف الوصفة دنه هاد اليوم ما فيها لا جيلاتين لا تشي حاجة الوصفة هي ناشحة 100% وسهلة ما فيهاش بزف ديال التعقيدات نتمنى يعجبكم له فيديو دنه هاد اليوم ونخليكم مع المقادر وطريقة تحتى يوم الاخير حليب واندي كاس مورش ديال الناطا كما تشوفو معايا كاس مورش ديال العنبة وستعملت هذا الناطا هذه وكنم استعملوا اي ناطا كأت عملها انا من ناطا عندي مسوسة يوم انال 3 كترات السكر و3 كترات النجام وعندي 1 لفاني وعندي ايوغورت مسوس بنسبا هذا اليوغورت هنا استعملت جوج ديال اليوغتر مسوس ملحة ملحة هذه المقادر كما تشاهدون في هذه الجيلاتين لا تشاهدون الوصفة لديها حمية في المياه لديها كثيرا في نفطنجرة سنبدأ الحليب فوق البطا لكي لا تكوير كما تعرفون ما ضروري لكي لا تجعل ذلك الكويرات سوف يزيت كل شيء ملحة وفاني تقدرون تسمو بشي مناسب اخر ولكن انا كنفضل الباني سوف نضيف كل شيء إلا دانون ما كنعملوش دابا سوف البنات غنخلط مزيان مزيان ثم تبقى ليتاحو بايباد يلنشى بينا نخلطوه مزيان مزيان وبالنسبة انضالون سوف نضيفه تنحيدو الحليب دينا من فوق البطا وصف البلد كما تشوفو عملته هنا فوق البطا وانا كنحرك كنحرك ونخفرش عليه باش ميتكوورش ليه وفاش كي يطلع فيه قريب يغلى بالزربة يتعقد يعني كي يجمد يعني يخصكو متخليوش بزاف يفوت فيه الطياب قبل ما يطلع الغلية ديال الحليب سوف نضيفه سوف البنات كما تشوفوها وابدا كي يعقد غب واحدة سوف نحيدو وغادي نزيد عليه دانون كما قلتكم زيت جوج ديال العلب تقدروا البنات تعودوا هذا اليوغور هذا المسوس باللبن يجب ان يضيفه مدق مزيئة يعني انا صراحة اكبر مرات كنعدي لبن ودانون ديال كي يكون عندي في الدر ولي كان نعمله صافي سوف نخلطه مزيئن مزيئن وبالزربة كنعمله في كويسة لانهو بزربة كيعقد اختاروا اي كيسة اختاروا اي كيسة اختاروا اي كيسة سواء كانوا كويسة اقسيصرين او لازليفات عملتوا البنات هنا في هاد الكاس باش يجيوني ساهلين نخويهم في الكيسة وصف يتقدروا البنات تعملوا طبقة القيطة ساعد تعملوا هاد طبقة هادية وفوقها تعملوا الفريسة هيدك يجي مزيون صراحة انا كو مراش انه نعدل هذا المراخ صارت نعمل في حال هكذا سوف نعمر الكيسان ديالي كاملين هاد العبار هادا خرج لي خمسة ديال الكيسان ولكن ان الكيسان تبارك الله كبير شوية يعني طوال كي ياخدوا واحد الكيمية كثيرة اذا عملت الكيسان صغرين تقدروا تخرجوا بزفتة نعشرة ديال الكيسان نحاول نعمرهم في قيس واحد ونغطيهم بالسلوفان وندخلهم من النبيرة صراحة ومضغيهم كي يجمدون نخليهم واحد جوز سويا حكذا يتمسكوك يوليهم تواسك خصوصا احنا نقدموهم في هاد الكيسان يعني ماشي غاد ينقلبوهم اولا شي حاجة باش نطروا وضروري نعملوا الاشي كيلاتين وصف الابناس غنغطيهم ونعملهم في النبيرة وغندوز موجود معكم الفريز بالنسبة الفريز اللي غسلتهم مزيان طبيعة الحل عندي هنا ينسكيله غاد ينقيه كما كتشوفون غنقطعه هيدا غي على جوج يعني نقطعه الاربعاء على جوج يعني كنقطعهم هيدا كبارين طريفة لهما كبار وصفية غنخلي بعض الحبات باش غاد ينزينهم من فوقي كيما كتشوفو خليت هنا واحد ثلاثة ديال الحبات اللي غادي نزين بهم الكويسات ديالي واخدت هنا السكر بنسبة السكر كسب قطو موش انو باغينا لحسب الحلوة اللي كتعجبكم انا هاد الفريز ما طيباش مزاف يعني مشي حلوة بزاف ستعمل ثلاثة ديال السكر غادي نعصر عليهم شوية ديال الليمون غادي نعصر عليهم شوية ديال الليمون غادي نزيد لهنا يا نصف كاس ديال الممعة مرشي كما كتشوفو ما نقطروش المحيس الفريزة فاش كنعملوها فوق البوط وكان نقطع العافية تيارة كتطلق الما دياله صفية البنات غنقص اللي العافية غنخليها تتعسل مزيان مزيانة هي بدت كتتتعسل ليا كتطلق الماء وتل لون دياله بدك يبنلوي مزوين وصفية البنات دياله بعد ما تعسلتلي الفريزة هما الكويسة ديالي جبتهم من نبيرة كما كتشوفو متماسكين يعني ما كتجي كتتحافظ على الطبقة اللولة بوحدتها والطبقة التانية يعني كتجي متماسكة مية في المية صفية البنات كما كتشوفو بالنسبة للفريزة انا مطحنتها متاشي حاجات عمت نخلي هيدا الطريفة ديال الفريزة بينين واذا بغيتو البنات الطريفاتي ما يكونوش بينين طبقة التانية هي سائلة طحنوها فاش غادي تعسلوا الفريزة طحنوها انا بغيتها هكذا كما كتشوفو على شكل ترصوص وصفية غنكمل كويسة ديالي كاملة بالطبقة التانية كما كتشوفوهو كما قلتكم بلا ما نستعنوا لا جيلاتين لا تشي حاجة بالاخص انا احنا الكويسة غنقدموهم هكذا يعني بلا ما نكتروا الجيلاتين ودك الشي صفى البنات انا بعد مسالي كيسة ديالي كامية مثل المفرصات دوست دابا كنزينهم هيدا بطريفات ديال الفريزة من فوقي اولا زينوهم بغيب النعناع غيب شوية ديال النعناع من فقيراته هوك يعطي المنظر زويد وصفى البنات هذا هو الفيديو ديالي نهار اليوما نتمنى يعجبكم واذا عجبكم الفيديو بغتجوه مع الناس اللي كتعرفه وما عحببكم وشكرا لكم على المتابعة وتتبع وبنسبة بناتلي اول مرة غيشاهدوا الفيديو ديالي اخولكم مرحبه بكم دخلوا عندي القناة تشتركوا باش دائما توصلوا بالجديد وصفيه هنا هدا هو نهاية ليالفيديو خليتليكم مراحة نطلقوا في الفيديو جديد مع وصفة جديدة وبسلامة